لعل الثورات أو الانتفاضات العربية على اختلاف مشاربها وأسباب خروجها لم تكن تنشد إلا الحرية في أصلها وعمقها وإن كان ظاهر بعضها المطالبة بالخبز والخدمات لكن باطنها الحرية والكرامة مفهوم الحرية بمضامينها الرائجة من المفاهيم التي نشأت معبرة عن حاجة الإنسان للتحرر من الاستبداد السياسي وغيره فقمع الحريات ودفن الأصوات والسجن والتعذيب والقتل والحجز وغيرها من أساليب القمع سواء من الحكومات أو المجتمع نفسه إنما هي أدوات لتقييد حرية الإنسان ولأجل هذه الحرية اندلع الثورات الربيع العربي بشرارة لم يتوقعها المتفائل قبل المتشائم والدول العربية وهي تعيش فترات انتقالية عصيبة تسعى من خلالها إلى التحرر من دولة الاستبداد لبناء دولة المؤسسات تدرك أن الانتقال من التحرر إلى الحرية ليس عملية سهلة بل هو انتقال صعب وعسير يتطلب زمنا ونخبا ووعيا لمفهوم الحرية في مرحلة التحولات الكبرى يكون الدفاع عن الحرية مطلبا مهما باعتبارها أهم القيم ومقدمة لكل نمو وتقدم منشود وليس ترفا فكريا وهو ما يفترض التعامل معها ككل لا يتجزأ وليس ربطها فقط بالموقف من الاستبداد الذي يبقى أصل كل المفاسد والمسؤول الأول عن الإحباطات المتلاحقة في الدول العربية أهمية التحولات الاستراتيجية الدولية والإقليمية وتأثيراتها المباشرة والمضمرة على الكثير من الاختيارات التي يتم تبنيها من قبل السلطات الحاكمة في الدول العربية قبل وبعد الربيع العربي سواء عن اقتناع بجدواها وأهميتها أو توظيف لها جعلت الكثيرين يحاولون فرض نماذج قسرية ظنا منهم أن ذلك هو الطريق السليم للحاق بركب التقدم والحضارة إن الحرية في الدول العربية تبقى منقوصة ومجرد وهم ما لم يتحقق التنصيص الدستوري على ذلك بعد توافق القوى المجتمعية الفاعلة والمتنافسة وإتباعه بالقوانين التي تنقله من مجرد نص دستوري إلى واقع يعيشه الناس فضلا عن القبول الإجتماعي لكي لا تبقى صفته القانونية حبرا على ورق ومنتجة للاحتقان الذي يمكن أن يقسم المجتمع ويدخله في دوامات لا تعلم مآلاتها ترجمة نانسي قنقر